استاني استاني النهاردة هنعمل مع بعض البطاطا المشوية المكرميلة في الحلة بطريقة سهلة جدا لو اول مرة تشوفيها خليكي معايا وشوف الطريقة ونفيزها للولادة هتعجبهم جدا واللي انا بحط دوت الصاص اللي نازل من البطاطا حاجة عما حكي تعالي نشوف هنعملها ازاي اول حاجة كمية البطاطا اللي تنزبي غسلتها كويس جدا نقعتها في شوية مية لمدة عشر دقيق وبعد كده غسلتها بفرشة الخضار وشلت الاطراف زي ما انت شايفة كده لو انت حابة تشليهم براحتك لو مش حابة خلص معايا ورق كراريس من بتاع الولادة بس اهم حاجة ما يكونش مكتوب فيه ممكن استخدم ورق زبدة يهبة ايوة ممكن بس انا حبيت تسهل الموضوع وعملتها نفس الطعم اللي كنا بنعملها به زمان معايا طبق في شوية مية او تروحي نحية الحوت كده وتفتحي الحرفية على الورق دوت وتفرديه في الحلة بالشكل ده حلة الامونية استلس تفيل صراميك اي حاجة هتبقى شغلة معانا كويس جدا اهم حاجة تبلي الورق كويس حطيت الاول ورقة كبيرة وبعد كده حطيت ورقة تانية تقدري تستخدمي ورقة واحدة لو انت حابة وتقدري تستخدمي اكتر من كده وهبدأ ارص البطاطا في الحلة بالشكل دوت هخلص الكمية كلها واقولك بعد كده هنعمل ايه طعم البطاطا دوت غير اي طعم انت كلتي قبل كده معايا نص كباية سكر يعني ثلاث معالي عايزة تزاودي براحتك عايزة تقليلي براحتك انا هنا حطيت ثلاث معالي سكر يعني نص كباية نص كباية على اثنين كيلو بطاطا وبعد كده جبت ورقة كبيرة زي اللي انا استخدمتها في الاول وبرده بلتها مية وبدأت اللي انا اغطي الحلة بالورقة ديك كده هتحط مية لا مش هحط مية انا هولعي النار على درجة حرارة عالية لمدة اول خمس دقايق وبعد كده هوطي النار واسبها بقى السكر يدوب وينزل الكرمالة بتاعته والبطاطا تستوي كده على نار هادية قوليلي بقى في الكومنتات بتتفرج علي منين وجربت طريقة البطاطا ديك ولا اول مرة تشوفيها بصراحة عايز اقولك الطريقة سهلة وبسيطة وكمان التعم حكاية وهيعجبك وهيعجب الولاد ان شاء الله هنا في المرحلة ديك بعد ما سبت البطاطا حوالي ربع ساعة على النور عايز اقولك اللي هي استوت وينزل منها السكر اللي تعمه حكاية والسكر ديب وبقى كده عايز اقولك حكاية عايزة تسبيها اكتر من كده تتلسع كده من الحلة من تحته وتاخد لسعة كده تبقى شكلها حلو براحتك عايزة تدفع عليها النار وتقدميها للولاد كده برضو براحتك انا هنا بعد ما سبتها حوالي عشرين دقيقة على النار من عشرين لخمسة وعشرين دقيقة هبدأ اللي انا اطلحها في طبق التقديم طبعا لو عايزها بقى ملسوعة شوية تديكي اللي هي الشكل بتاع الشاوي سبيها على النار شوية هتديكي الشكل بتاع اللاسعة كده بتاعت الشاوي والنتيجة هتكون كويسة وتعمها حكاية هطلع الكمية كلها وطبعا هصفي السكر اللي الكارمن لوت في طبق تقدري تستخدميه مش عايزة خلاص بس هو طعمه حلو جدا الولاد بيحطو كده فوق الوش بيبقى طعمه جميل جدا هنا البطاطا بعد ما خدت لسعة كده بسيطة بص شكلها بيلمع ازاي وجميل وزاي العسل جربيها بس انت كده وهتلاقي النتيجة معاك جميلة طبعا تقدري تستخدمي البطاطا على حسب الحجم اللي انت عايزيه حبك جيبي حجم اكبر من كده برضو براحتك حبها حجم اصغر من كده براحتك انا بحاول اجيبها متوسطة عشان ممكن الولاد يكلوها كده يمسكوها في ايديهم ويكلوها بالاشرب بتبقى طعمها حلو طول ما انت غسلها كويس عايزة تكلها بالمعلقة برضو لكي حرية الاختيار بصي بقى حاجة كده زبدة كراميلا قولي زي ما انت تقولي عليها بس النتيجة صدقيني هتباري بها كل ضيوفك ان شاء الله لا تنسيش تعملي متابعة للصفحة